ايام قليلة ويقرر البريطانيون مصيرهم داخل الفضاء الاوروبي قرار قد يكون هو الاهم في تاريخ المملكة المتحدة منذ عدة عقود وقد تكون تداعياته على مستقبل اوروبا في غاية الاهمية والخطورة في ملفنا الخاص اليوم سنلقي نظرة على اخر توجهات الرأي العام البريطاني وسنتحدث عن فرص البقاء في حضن الاتحاد وامكانية الانفصال عن العائلة الاوروبية بما يعنيه ذلك سياسيا واقتصاديا للطرفين وللشركاء الدوليين ايضا بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي او خروجها منه سيحسم في الثالث والعشرين من الشهر الحالي وبانتظار الحسم تحظى استطلاعات الرأي باهمية كبرى لعلها تنجح في استخلاص نتائج الاستفتاء المنتظر احدث تلك الاستطلاعات اظهر تقدم المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعشر نقاط على معسكر مؤيدي البقاء صحيفة اندبندنت قالت ان هذا التقدم هو الاكبر الذي يحظى به مؤيد خروج بريطانيا من التكتل الاوروبي منذ اجراء سلسلة من الاستطلاعات قبل عام لكن استطلاعات الرأي ترسم صورة محيرة عن الوضع فتلك التي تجرى عبر الانترنت تضع معسكر الخروج في المقدمة بل ورسم بعضها سيناريوهات مخيفة لهبوط العملة البريطانية مثيرا بذلك الذعر في عقر دار المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد الاوروبي اما استطلاعات الرأي التي تجرى عبر الهاتف فتعطي نتائج مغايرة وتوقع معظمها انتصار المعسكر المؤيد للبقاء في اوروبا بنسبة 55% من نوايا التصويت وعلى الرغم من التفاوت في استطلاعات الرأي يبدو ان الجميع متفقون على امر واحد مفاده ان نتائج الاستفتاء على عضوية بلادهم في الاتحاد الاوروبي ستكون متقاربة استفتاء ستكون له عواقب سياسية واقتصادية وتجارية ودفاعية وله اثاره كذلك في قضية الهجرة في بريطانيا وفي باقي دول الاتحاد الاوروبي معنا الان من لندن المستشار الاعلامي الدكتور سهيل عرانكي دكتور عرانكي مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار نتحدث عن اخر استطلاع للرأي صحيفة الانديبندنت البريطانية اجرته يشير الى ان هناك فارق بعشرة نقاط مئوية لصالح من يريدون الخروج من الاتحاد الاوروبي في شهر ابريل الماضي كان الفارق حوالي اربع نقاط فقط كيف نفسر هذا التقدم السريع لمن يريدون الانفصال من البريطانيين عن الاتحاد الاوروبي طبعا هذا مجرد استطلاع واحد للرأي في صحيفة الانديبندنت كما ذكرت وهو يشير الى ان 55% من المستطلع رأهم يودون الخروج او الانسحاب من الاتحاد الاوروبي مقابل 45% لكن في الواقع متوسط اخر ستة استطاعات للرأي من مصادر مختلفة تشير الى ان العدد بين الرافضين للبقاء والراغبين في البقاء هذان العددان متساويا 50% لكل منهما اما طبعا سبب ارتفاع عدد الراغبين في الانسحاب من الاتحاد الاوروبي فيعزى الى الحملة القوية التي نفذها الوزراء في بعض وزراء خمس وزراء من كبار وزراء حكومة ديفيد كاميرون بالاضافة الى عمدة لندن السابق بوريس جونسون الذين بينوا للبريطانيين المخاطر الكامنة في بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي لكن طبعا ديفيد كاميرون يترأس الحملة المعاكسة لكن الكثيرون يقولون انه لم ينجح في الحفاظ على النسبة العالية لمؤيدي البقاء عندما تفاوض مع الاتحاد الاوروبي في مطلع العام الجاري على بعض البنود التي اخبر المجتمع البريطاني بانها تصحح من العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي دكتور عرانكي هناك مخاوف لدى البعض اليوم وزيرة الخارجية السويدية اعربت عنها بانه اذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هذا سيكون بداية تفكك الاتحاد وستحذو العديد من الدول حذو بريطانيا في ذلك الى اي مدى هي محقة في هذه المخاوف طبعا هذا هو سبب استماعنا الى تهديدات كثيرة من سياسيين في اخر تهديد استمعنا الى وزير المالية الالمانية شوبلي وهو يهدد البريطانيين بانه لن يتسنى تفاوض على اتفاقية تجارية جديدة بين الاتحاد وبريطانيا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الكثيرون طبعا يعزون هذه التهديدات الى مخاوف الدول الكبرى خاصة بريطانيا وفرنسا من التيارات اليمينية داخل المجتمعين الالماني والفرنسي بسبب ازمة الهجرة وبسبب الازمة الاقتصادية الكبرى التي اجبرت الاتحاد الاوروبي على دفع المليارات لانقاذ اليونان من الافلاس هناك شعور واسع ومتنامن داخل بعض الدول الاوروبية بان من الضروري العودة الى مبدأ الدولة الوطنية وليس الى منظمة ذات سيادة فوق سيادة الدول الوطنية ولذلك فان هذه الدول تهدد لانها تخاف من انه اذا قرر البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي فان سكان بعض تلك الدول قد يطالبون بحقهم في المتركة في استفتاء مماثل طيب اخيرا دكتور عرانكي البعض يقول هذا الاستفتاء سيسبب بلبلة وارباك بغض النظر عن النتيجة سواء قرر البريطانيون البقاء او الانسحاب البعض يقول حتى لو قررت بريطانيا البقاء هذا سيدفع الكثير من الدول الى القول سنبقى في الاتحاد ولكن نريد ان نتفاوض على شروط تفضيلية شروط افضل لبقائنا في هذا الاتحاد اي انه بغض النظر عن النتيجة ستثير هذه المسألة بلبلة باي حال داخل الاتحاد هناك بلبلة اولا داخل بريطانيا نفسها هناك الكثيرون من المراقبين ممن يعتقدون ان ديفيد كاميرون لا يمكن ان يبقى في منصبه رئيسا للوزراء بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء لان حكومته منقسمة على نفسها بعض كبار الوزراء كما ذكرنا قرروا المشاركة في حملة الانسحاب من الاتحاد الاوروبي ولذلك يعتقد الكثيرون ان حزب المحافظين الحاكم قد يجبر ديفيد كاميرون على التخلي عن منصبه بغض النظر عن النتيجة طبعا اذا فاز باغلبية واضحة فهذا الاحتمال لن يكون واردا على الصعيد الاوروبي كما ذكرتم في المقدمة بالنسبة للوفاق ام الطلاق فالطلاق لا يعود بالضرر على طرف واحد من الطرفين بل يضروا بالطرفين معا ولذلك فان في الاتحاد الاوروبي اذا كانت النسبة ضئيلة حتى لبقاء بريطانيا فان بعض الاوروبيين سيطالبون بحق المشاركة في استفتاء مماثل شكرا جزيلا لك الدكتور سهيل عرنكي المستشار الاعلامي كان معنا مباشرة من لندن